شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاق اطاري بشأن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي ذلك على همش فعالية الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي والمقرر انطلاقها غدا الثلاثاء في بيكين يستهدف الاتفاق الاطاري تطوير مطار الغردقة الدولي بغرض انشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة وكذا لتنمية قطاع السياحة والطيران في مصر حيث يهدف ذلك المشروع الى ان يكون امتدادا للمطار الحالي من خلال انشاء مبنى للركاب يستوعب حجم الركاب المقترح